بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع عامل سنة السماء إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب المعاصر أولى فيديوهات الترم التاني أولى فيديوهات الترم التاني عندك هتبدأ في صفحة 14 من كتاب المعاصر هنحل على ينة 7 الواحدة السبعة الدرسين واحد واثنين بنفكرك أن إحنا برضو شغالين من كتاب جيم لو حابب تتابع معنا هتلاقيه موجود معاك على القناة أول تدريباتنا للوحدة في صفحة 14 تدريبات على المفردات المعلم أو المدرس عايز قرصتنا علشان يصححها The suffix اللاحقة أو النهاية T-I-O-N In the word corrections In the word correction في كلمة correction forms a Or an يعني اللاحقة هي T-I-O-N في آخر كلمة correction هي عبارة عن إيه؟ إحنا بنضفها علشان نشكل إيه؟ verb فعل noun اسم adverb ظرف أو حال adjective صفة بنضفها علشان نحصل على noun الاسم number two studying your lessons regularly is necessary بيقول لك مذاكرة دروسك بانتظام ده شيء ضروري أوهام necessarily means معناها هي بقى عايزين السنينم المراطف بتاعها unnecessary لا دي عكسها optional اختياري essential بمعنى ضروري أو هام هي دي لها تسويها هم true بمعنى حقيقي number three the opposite of the world real is مضاد كلمة real real بمعنى حقيقي عايزين مضادها happy سعيد non معروف false خطأ true حقيقة false حاجة real حقيقية لكن دي حاجة false حاجة خاطئة number four going to the gym will make your muscles strong اذهب الى صلة الالعاب الرياضية سوف يجعل عضلاتك strong قوية the underlined word strong means not a تعني ليس a خلي بالك من not دي عشان مطلق بطاقش نقول ايه not a not good ليس جيدا ولا not weak ليس ضعيفا not powerful ليس قويا ولا not false ليس خاطئا كلمة strong يعني not weak ليس ضعيفا number five the y in the word delivery makes it a or an الحرف ال y في كلمة delivery تجعلها ايه noun اسم adverb ظرف او حال adjective صفة ولا pronoun دي طبعا هتخليها ايه هتخليها noun delivery بمعنى التوصيل هتخليها noun والفعل هو اساسا يسلم فهتبقى delivery آآ التسليم او التوصيل بعد كده عندنا تدريبات هنا في صفحة تمنتاشر صفحة تمنتاشر برضو عندنا تدريبات عن المفردات exercise and vocabulary choose a correct answer from a b c or d keep vocabulary number one i bought a new mobile phone with a or an انا اشتريت موبايل جديد موبايل او هاتف محمول جديد with a or an a that measures the temperature of the human body التي تقيص درجة حرارة الانسان app يعني application يعني تطبيق device يعني جهاز road طريق job وظيفة طبعا التليفون هيكون في application app يعني تطبيق number two i ordered a million pizza but انا طلبت بيزا حجم المتوسط but لكن the a was late was late كان متأخرا traveling السفر او الانتقال delivery التسليم او التوصيل هيا دي اجابتنا اما riding بمعناها اه قيادة او روبوب مثلا الدراجة او غيره و driving بمعناها قيادة السيارة number three the mobile phone is one of the most important a of our age الهاتف المحمول هو واحد من اهم ايه في عصرنا predictions بمعنى تنبؤات inventions اختراعات corrections بمعنى اصلاحات او تصليحات او زي ما نقول ايه اللي بيصحح تراغم تراغم هنقوم هو اهم الاختراعات inventions like number four i like to wear my انا احب ان اتدي ايه on the bus to listen to music علشان استمع للموسيقى helmet خوزة headphones سماعات الرأس هي دي glasses بمعنى نظارة اما jacket هو jacket نشوف تدريباتنا هنا number five this message is written in German هذه رسالة مكتوبة باللغة الالمانية can you هل يمكنك ايه من الكلمة دي it into Arabic الى اللغة العربية transfer بمعنى ينقل زي مثلا عملية نقل الدم product يعني يتنبأ translate يترجم من لغة الى لغة هيا دي اختيارنا اما fix بمعنى يثبت وممكن تجي بمعنى يصلح الاشياء عايزين ايه translate number six اه ايه من الكلمات دي has two wheels and an engine عنده اتنين اطارين اتنين او عجلتين اتنين و engine اللي هو ايه المحرك او الموتو bike دراجة taxi تاكسي ولا موتور بايك الدراجة البخارية ولا تراك شاحنة طب ليه ما اخدناش بايك عشان بايك دي فيها اطارين اتنين بس انتهاش engine محرك مفيش مطور في الدراجة number seven ناخد ايه من الكلمات دي panels اللي هي الواح make electricity from the sun ايه تولد الكهرباء من الشمس snow التلج ولا wind panels ولا moon ولا solar solar panels اللي هي الالواح الشمسي snow بمعنى تلج wind رياح moon number eight if the shops close لو اني المحلات مغلقة then lots of other ايه like cafes will close too لو اني المحلات دي افلت يبقى الكثير من ايه مثل الكافيهات اللي هي المقاهي will close سوف تغلق ايضا shops يعني وظائف businesses اعمال تجارية وال ideas افكار ولا circles دوائب اعمال تجارية هي businesses number nine do you think there will be many هل تعتقد انه سوف يكون هناك مني العديد من ايه in your english homework في واجبك باللغة الانجليزية او واجب الانجليزي بتاعك هيكون في ايه كتير من ايه اللي هي الاصلاحات ولا apps تطبيقات turns ادوار ادوات هيكون في الكتير من الاصلاحات لما المدرس هصحح لك كده يبقى التصحيحات دي هيقول له هل تعتقد انه هو هيكون فيه تصحيحات كتير في واجب الانجليزي بتاعك number ten do you هل انت ناخد ايه من الافعال that the weather will get hotter in the future هل انت ايه اني الطقس سوف يكون اكثر حرارة في المستقبل have لا ها بمعنى لديه او يملك او عنده ولو جات بعدها واجبة من الوجبات او طعام او شراب تبقى بمعنى يتناوف invent بمعنى يخترع give بمعنى يعطي product يعني يتنبأ فهو بيسأله يقول له هل انت تتوقع او تتنبأ ان الطقس سيكون اكثر حرارة في المستقبل number eleven scientist العلماء ولا سوف ناخد ايه من الافعال a car سيارة that doesn't make any pollution in the future لا تزعج او لا تصدر any pollution اي تلوث في المستقبل مش هتعمل تلوث في المستقبل invite يعني يدعو وديه مثلا انت توجد دعوة لحد بحضور حفل invent بمعنى يخترع invest يستثمر يستثمر ولا intend بمعنى ينوي او ينتوي لا احنا هنقول ان هم هيخترع يبقى وال invent number twelve shopping online is brained التسوق عبر الانترنت جميل جدا او عظيم because it a time invites بمعنى يدعو invent يخترع describes يصف ولا saves saves time يعني يوفر الوقت او ايه طبعا هيوفر لنا الوقت بتاع shopping definition تعريفات number thirteen ها ارآن ايه من الكلمة is a form of transport هو وسيلة من المواصلات that flies using long thin parts on top of it التي تطير باستخدام اجزاء عندك long thin اجزاء نحيفة او رقيقة on the top of it في قمتها choice يعني اختيار helicopter 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 ده هو وسيلة مصلات اللي بتطير زيها زي مثلا aeroplane زيها زي الطائرة الركاب motorbike اللي هي الدراجة البخارية الموتوسيكل ولا invention اختراع هو كده بتكلم عن طائرات helicopter number fourteen ناخد ايه من الكلمات دي is how fast something moves يعني الشيء بيتحرق بسرعة كام fast يعني سريع طيب يبا هو كده بتكلم عن ايه speed سرعة هما way بمعنى وزن length طول height ارتفاع عايزين من speed language notes ملحوظات لغوية expressions تعبيرات propositions حروف جر number fifteen green houses green buses sorry green buses and electric cars don't any pollution green buses اللي هي الاوتوبيسات اللي هي صديقة للبيئة هي مش لونها اخضر ولا حاجة هي صديقة للبيئة يعني مش بتصدر تلوث للبيئة electric cars السيارات الكهربية don't any pollution هاي تلوث هنقول tell يخبر ولا give يعطي ولا make يصنع ولا do هنقول make any pollution لا تلوث اه اه او لا تصدر اي تلوث number sixteen you should stay يجب ان تبقى ناخد ايه من حروف جر home very hot weather في الطقس بحار جدا you should stay a at home stay at home بعد كده تدريباتنا هتكون في صفحة اربعة وعشرين تدريبات على القعدة اه في صفحة اربعة وعشرين number one i hope we انا اتمنى we ناخد ايه من الاختيارات دي the next match يعني المباراة القادمة هنقول we wins ولا winning ولا one ولا will win طالما قال hope دي كلمة من الكلمات تدل على المستقبل البسيط يبقى هنقول ايه will والمصدر will win هننفوز ان احنا هنفوز في المباراة القادمة number two they will هم سوف ناخد ايه من الافعال a lot of things there الكثير من الاشياء هناك يبقى هنقول they will ايه طالما قلنا هذه الفاعل they will هناك كده تدل على ايه سوف بمعنى سوف تدل على زمان المستقبل البسيط يبقى ولي بعدها ايه مصدر هو do do a lot of things there سوف نفعل الكثير من الاشياء هناك طيب بعد كده هنشوف ايه number three بيقول ايه number three ببادئ بفراغ with shops close in the next ten years يعني المحلات تغلق في العشر سنوات القادم طالما قال the next يبقى مستقبل مستقبل بسيط ايه بقى هنبدأ ب do ولا are ولا have ولا will be wealth هل سوف تغلق المحلات في العشر سنوات القادمة number four I think the headphones انا اعتقد ان الheadphones الي سماعات الرأس هناخد ايه very useful for traveling مفيدة جدا للسفر will be سوف تكون are going to be ولا be ولا what be ده تنبؤ بدون دليل فعشان كده هقول will be مستقبل بسيط number five do you predict that the weather هل تتنبأ بأن الطقس هناخد ايه من الاختيارات hotter in the future اكثر حرارة في المستقبل طالما قلنا predict تتنبأ يبقى ده مستقبل مستقبل يعني well والمصدر well get بعد كده number six بنقول what invention do you hope we ما الاختراع الذي انت تتمنى we ايه in the future seen ولا well see ولا sees ولا so شايفين ايه in the future دي تدل على المستقبل ايه بها نقول well وبعد كده مصدر اللي هو will see number seven next month الشهر القادم I هاخد ايه من اخترادي in the third year of prep school في السنة التالتة من المدرسة الاعدادية هاقول I will be ولا am ولا وازو ولا هاذ هاقول I will be هشان next دي تدل على المستقبل يبقى will والمصدر هنشوف بعد كده صبحة خمسة وعشرين number eight بيقول I agree that the jacket want a useful in Egypt انا اوافق اني الجاكت لن يكون مفيد في مصر طيب عايز اقول لك لن يكون طيب want هنا يجي بعدها ايه ايه بعدها مصدر الفعل فين مصدر فعل هو B B فقط هي المصدر اما is or they say verb to be في المدارع ومعهم كمان بيجي M اما was D في الماضي بيبقى معها where يبقى اشكال في المدارع M او is or في الماضي was or where والمصدر هو B number nine I hope that Egypt انا اتمنى ان مصر تاخد ايه من الاخترادي the richest country in the world اه اغنى بلد في العالم becoming ولا will become ولا to become ولا become طالما قال hope اتمنى يبقى مستقبل مستقبل يعني will will مصدر number ten what هناخد ايه من الاختيارات دي you do next weekend اه تفعل الاسبوع او عضلة نهاية الاسبوع القانب هالي next يبقى تدل على المستقبل مستقبل يعني هسأل بي ايه well complete the sentences with the correct form of the words in brackets اكمل الجمل بالصيغة الصحيحة للكلمات ما بين القوسين number one i think we will انا اعتقد نحن سوف doing the shopping online more عاز اقول لك انا اعتقد ان احنا ان احنا سوف اه نقوم ب shopping تسوق او نتسوق online more عبر الانترنت اكثر طيب يبقى وين اللي يجي بعدها ايه يجي بعدها المصدر المصدر هو ايه هو do number two i hope there انا اتمنى there is less or potential is the future عايز لك اتمنى ان يكون هناك تلوث تلوث للهواء اقل في المستقبل يبقى there there will be يعني سوف هذه will بعد كده المصدر هو ايه بي يبقى الجملة دي في زمن المستقبل الدليل مستقبل بسيط hope بمعنى اتمنى وكمان in the future عشان كده قلنا will والمصدر number three maybe they maybe ربما هم make one to help people be cooler عايز اقول لك ربما هم يجعلون الشخص بيساعد الناس يكون افضل طيب they يبقى دي maybe تدول عن المستقبل يبقى هم نقول ايه will make they will هذه المصدر اللي هو make will made طيب number four بيقول الآلة want هي سوف لا being able to fly very high لن تكون قادرة على طيران ايه very high بارتفاع كبير طيب want يجي بعدها ايه المصدر اللي هو ايه be part to be well not المصدر number five scientists اللي هما العلماء find new medicines in the future العلماء يجدوا ايه ادوية جديدة in the future في المستقبل يبقى سوف يجدوا عشان in the future تدل على المستقبل سوف يجدوا اسمها ايه will find هادي will وبعد كده المصدر اللي هو ايه find number six i think you انا اعتقد you will win the next medal انا اعتقد انك انت هتفوز بالميدالية القادمة هادي i think تدل على ايه التنبؤ بدون دليل يبقى ده مستقبل بسيط طيب مستقبل بسيط يعني ايه يعني will والمصدر المصدر هو win يبقى will win they will وبعد كده الفعل اللي في المصدر هو ايه win the next medal وكمان كلمة the next تدلها على المستقبل number seven do you think that he will and this a car that doesn't make any pollution هل انت تعتقد ان احنا سوف invent هل تعتقد ان احنا سوف نخترع سيارة لا تصدر اي تلوث طيب ادي ده سؤال وبعد will يجي ايه يجي المصدر اللي هو invent نخترع هذه invent هذه invent number eight she will probably eating pizza tomorrow هي ربما ستأكل pizza غدا طيب tomorrow تدل على المستقبل وكمان probably بمعنى من المحتمل يبقى ده تنبؤ بدون دليل يبقى ساخن والمصدر well eat ادي well eat number nine هنا عينزك تبدأ السؤال بايه يا طارح دو لا you go with me to the zoo next week انت هتروح جنينات الحيوانات معي الاسبوع القادم قال له no i want لا انا لن اذهب يبقى كده هي سأل به well ادي well كده سؤال بهل في زمن المستقبل البسيط والدليل ان هو جاوب هنا قال ايه no i want ولو كان قال yes كان هيقول yes i want number ten سامي next Wednesday هيكون عمر خمستاشر سنة next Wednesday الاربعاء القادم ادي next اللي هي الاربعاء القادم اه دي تدل على ايه على زمن تدل عن زمن المستقبل البسيط طيب هنقول ايه سامي will be هذه خلاص بعد كده هنشوف هنا صفحة ستة وعشرين تدريباتنا ايه تدريبات على القاعدة قاعدة اف الحالة الاولى اف هي اللي هي ايه اه اف بعدها مضارع بسيط والنحية التانية هتبقى مستقبل بسيط ولو جات اف او وين في النص برضو هتبقى جملتها هي مضارع بسيط والنحية التانية هتبقى ايه مستقبل بسيط اف هي هناخد ايه من الافعال كل اختباراته سوف يكون سعيدا طيب ايه هقول اف هي باس ولا باسد ولا والباس ولا باسز اقول باسز احنا اتفقنا ان جملة اف هتبقى مضارع بسيط وعلشان هنا الفاعل هي هنضيف الفعل في المضارع البسيط ايه هنضيف له اي اس عشان هو منتهي باس اس خلاص يبقى الفعل في المضارع البسيط لو انتهى بس اي اتش او اس او 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 اكس النهاية الخمسة ده هنضيف له اي اس مع هي بشيو ايه خلاص بنفضل ما الملابس لو انلجه وبارد طيب او ا packages ولا او ا والا او اي او اي ما رح هو كده بيسأل وطالما بيسأل يبا هيقول ايه هقول بنفضل او اي بارد هنجيب وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل خلاص طيب هنشوف بعد كدهemploy اه صفحة سبعة واشرين سبعة واشرين. اف ملك لو اني ملك. ناخد ايه من الافعال دي? كثيرا جدا. سوف يزداد وزنها. طيب. لو اني ملك ايه ولا 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 جملة ايه? مضارع بسيط. طيب. ملك دي كأنها كأنك بتقول شي وطالما شي يبقى هنضيف للفعل هيبقى ايه? لو اني انا هاخد ايه من الافعال دي للمحلات سوف انفق الكثير من الماء. طيب جملة اف تبقى مضارع بسيط. مضارع بسيط مع ايه هاخد بعدها ايه مصدر الفعل بدون اضافات اللي هو مع اي او وي او دي او يو مش بنضيف للفعل حاجة هناخده زي ما هو هنقول جو. لو اني مساعد آآ والدتي في نهاية الاسبوع. شي هاخد ايه من الاختراض دي سوف يكون لديها المزيد من وقت الفرق طيب ادي قملة اف قلنا عليها ايه مضارع بسيط. يبقى الناحية التانية هتبقى ايه مستقبل بسيط. مستقبل بسيط يعني فاعل ويه كمان وال والمصدر. هادي اختصار اللي هي وبعدت المصدر هو ايه هاب. ايه اخد ايه من اختراضي سوف اقوم بالتسوق بتاعي. كل التسوق عندما اكون اكبر هعمل تسوق بآآ عبر الانترنت. عندما اكون اكبر هاتساوي اف جملتها ايه مضارع بسيط. يبقى الناحية التانية هتبقى ايه مستقبل بسيط. مستقبل بسيط يعني والمصدر اللي هو دون. هاخد ايه من اختراض الغرفة والحجرة مع اختها يعني الام سوف تكون سعيدة او مسرورة. جملة اف مضارع بسيط مع او هي او ات بنضيف للفعل اضافات. هنا هنضيف له ايه? نضيف له اس. عشان الفعل اساسا اخره ايه يبقى هنضيف له حرف الاس فقط. هالة هالة. هقول ايه من اختيارات دي? جيدة مستوها كويس في اللغة الانجليزية لو هي تدربت جيدا. طيب ادي جملة اف هنا مضارع بسيط. الناحية التانية تبقى ايه? مستقبل بسيط. مستقبل بسيط ادي الفاعل هالة وبعد كده هنجيب ايه? والمصدر. يعني هالة هتكون كويس مستوها كويس في الانجليزية. لو هي تدربت جيدا. اف احمد لو احمد هاخد ايه من اقتراضي? يأكل خضرة. سوف لا يكون صحيا. طيب. لو انه احمد ايه? ولا ازنت ولا ديزنت ولا ديزنت. خلي بالك احنا بنقول دايما جملة اف تبقى ايه مضارع بسيط. خلي بالك بس هو هناك اعيزها منفية. عشان انفي الجملة دي اقول لو ان احمد لا يأكل. ايه بها نقول ايه? وننجيب الفعل مساعد لهو دازنت وبعد كده المصدر لهو ايد. وليه جيبنا دازنت بس ما اخدناه شي ضم? علشان احمد كايتناك بتقول ضمير الفاعل ايه. كانت بتقول ايه? لو هو مش بياكل خضروات سوف لا يكون صحي. خلاص? سالي. هاخد ايه من الاختيارات دي? لو اني سالي فشلت فيه الاختبار هي مش هتكون سعيدة. طيب ايه دي جملة اف مضارع بسيط يبقى ناحية التانية ايه? مستقبل بسيط. وبعد كده وال والمصدر. هو ده المصدر. سوف تكون حزينة لو انها فشلت في الاختبار. نمبر ون. مونا هتضوى في آآ اونلاين عبر الانترنت على موبايل جديد عندما تصل للبيت. يبقى ادي مونا هنا جملة مستقبل وبعد كده مصدر. وادي جملة اللي هي كأنك بتقول اف جملة اف او تبقى مضارع بسيط. طالما دي مضارع بسيط يبقى شي اللي هي الفاعل هنجيب بعدها الفعل اللي مضاف له حرف اس يعني هنقول جاتس. ادي جاتس. ليه اضفنا حرف الاس دي? عشان احنا قلنا جملة او اف تبقى مضارع بسيط مع هي وشي وقت اضفنا هنا حرف الاس. نمبر او حسن. يبقى حسن عايز قولك مش هيستخدم الانترنت عشان يشتري الطعم عندما يكون اكبر. ادي وين هتساوي اف. طيب جملة هتبقى ايه? مضارع بسيط. يبقى ناحية التانية ايه? مستقبل بسيط. حسن وبعد كده. والنبس خلي بالك عايزها ايه? منفية. بدل ما نقول والنط خليها وانت. وبعد كده المصدر اللي هو ايه? ادي خلاص? يبقى وانت يوز. نمبر ثري. who will i talk to? if i not know anyone at the school. الى من سأتحدث لو اني لا اعرف اي شخص في المدرسة. ايه واحد في المدرسة. ادي جملة اف عايزينها ايه? مضارع بسيط. طيب مضارع بسيط بس خلي بالك هنا منفي. يبقى هقول if i don't know. هننفي ب don't. هنجيب الفعل مساعد don't. وبعد كده مصدر الفعل هو ايه? no. ادي no. خلاص? ليه قلنا don't? علشان هنا الفاعل اي. انا سوف اطلب منه ان هو يتصل عليك. طيب يبقى ادي جملة اف ملها مضارع بسيط يبقى النحية التانية هتبقى ايه? مستقبل بسيط. مستقبل يعني بعدها تيجي ايه? will والمصدر اللي هو سوف اطلب منه. نمبر فايف. علي سوف يكون حزينا. ايه? لو هو حصل على درجات مخفضة. جملة اف تبقى ايه? مضارع بسيط. مضارع بسيط مع هي وشي وات هنضيف للفعل اضافات. الفعل اه ده كده في الماضي. عايزين الفعل في المصدر اللي هو وهنضيف له كمان اضافة اللي هو اس. عرف الاس. يبقى اف علي جيتس لو ماركس. عارفين ليه هنا جات جيتس? نقول كمان. ادي علي والبي سات علي سوف يكون حزينا اف هي عايزين ناخد ايه هنا لو 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 انه حصل على درجات مخفضة. قلنا جملة اف تبقى مضارع بسيط. طيب المضارع البسيط هو عبارة عن ايه? المصدر. المصدر مع اي او او دي او يو. اما مع هي او شي او ات هنضيف للفعل اضافات هنا ضفنا له حرف الاس فاصبح لكن دي في الماضي. التصريف التاني ليه الفعل? نمبر سكس. ماذا ستفعل لو انك حصلت على الجائزة? جملة اف مضارع بسيط يبقى الناحية التانية ايه? مستقبل بسيط. مستقبل بسيط يبقى دي وبعد كده المصدر آآ آآ عنشان ده سؤال هيجيب الفعل الاول هو وبعد كده المصدر هو دو. لو هو زاكر بجد. هادي جملة اف مضارع بسيط يبقى النحية التانية هتبقى ايه? هتبقى مستقبل بسيط. يعني هتبقى هي وال. ازاي? طب احنا مصححناش حاجة كده? لا. كده احنا صححنا ادي هي وال زي ما هي. ليه? لان هو بيقول لك لو هو زاكر بجد سوف يحصل على درجات مرتفعة. جملة اف مضارع بسيط يبقى النحية التانية هتبقى ايه? هتبقى مستقبل بسيط. اما لو ده سؤال. لو انه ده سؤال وحط هنا كده علامة استفهام كنا هنقول له يعني هيبقى معنا سؤال ايه? لو انه علي زاكر بجد. هل سوف يحصل على درجات مرتفعة? وهتلاقي هنا بس شو مارك علامة استفهام. لكن طبعا ما اجابشي علامة استفهام هيبقى هي كده الجملة صح هنقول. عندما يكون لدينا وقت فراء. يعني نذهب لي التصوق هدي هتساوي اف. جملة اف مالها مضارع بسيط يبقى النحية التانية ايه? مستقبل بسيط. مستقبل بسيط يعني والمصدر اللي هو ايه? جو. نابر ناين. ماذا ستفعل لو انت المصابقة? طيب. عندك ادي جملة اف مالها مضارع بسيط. يبقى النحية التانية هتبقى ايه? مستقبل بسيط. طب علشان نستقل هنجيب كلمة الاستفهام وبعد كده ادي وبعد كده الفاعل اللي هو ويه مصدر الفاعل دو. يبقى ماذا سوف تفعل? نمر تاني صارة مالها ستشتري سيارة افشي هاز اناف ماني لو عندها مال الكافي. طيب. ادي افشي هاز اناف ماني دي جملة هايه? مضارع بسيط. يبقى النحية التانية تبقى مستقبل بسيط يعني والمصدر. يبقى هادي والباي. بعد كده هنشوف هنا صفحات تمانية وعشرين تدريبات عامة على درسين واحد واتنين. نابر وان. كده تدريباتنا على الدرسين واحد واتنين. عندك اول سؤال. استماع. في اه نص استماع وانجد في نهاية كتاب تقدر ترجع له ان شاء الله هتلاقي الفقرة سهلة. وجبتها اهيه لاربعة قدامك لو حابك تستعين لي. نابر دو. كون بليز خلو اجدالك اكمل الحوار التالي. مريم ونوها بيتكلموا عن التصوى. مريم بتقول ماذا انت فعلت اليوم. وطبعا هتقاوا في الصغط الماضي هتقول لها مثلا اي وينت شوبينج. انا ذهبت للتصوى. مريم بتسأل هل انت اشتريتي اي حاجة? فهترد هتقول له انا رحت اتسوق عملت ايه? طيب مريم بتقول اشتريتي ايه? فانوها بترد بتقول انا اشتريتي الكوت المعطف ده. هل انتي اه تحبين الجاكت ده او الكوت المعطف? عجبك فهي قالت ده جميل جدا. ها فين اشتريتي من اين قالت من المال? فتسألها هل هذا كان غالي التمك? لا لم يكن غالي. فقط تكلف حوالي متين جلي. انا ليس لدي العديد من ايه او الكثير من ايه هذا هو الحل الوحيد. ايب انا ما عنديش اي كده بمعنى معدات اختيارات هي ده اختيارنا. لان هون بول ما عنديش اي اختيارات هذا هو الحل الوحيد. اما بمعنى نصيحة اه ادفايس نصيحة معلومات. الموبايل ده اعظم حاجة ايه في حياتنا? دعوة اكتشاف اختراع ترجمة. هو افضل الاختراع في حياتنا. اما دي بمعنى اكتشاف يعني اكتشف شيء كان موجود بالفعل. خلاص بس بالنسبة لي انا حاجة جديدة لسه هشوفها يبقى انا هاكتشفها. اما ده اختراع بالفعل. هنكمل بعد كده نمبر ثري. هذه السيارة الحديثة كان يمكنها ان تسافر با كبير سبيد سرعة كبيرة سرعة عالية. اما السيارة او الثمن بمعنى لوح بمعنى تطبيق لها ابليكيشن. نمبر فور العلماء اخذ اي من الافعال سوف نستخدم النفط في المستقبل القريب. يعني يبني يعني يردد او يكرر يعني يتنبأ وانذان تبقى معنى يخترع. اخترنين بمعنى يتنبأ عشان كده هو قال دليل على المستقبل. وقال كمان يعني في المستقبل القريب يبقى يتنبأ انا احب ان اكتدي في لأستمع لي الموسيقى. دراجة بخارية هي الموتوسيكل ولا هاريكابتر هاريكابتر اللي هو الطائرة الهاريكابتر ولا هيدفونز هيدفونز سماعة الرأس عشان استمع لي الموسيقى. نمبر سيكس في المستقبل سوف تكون اقل ايه? سوف تصنع اقل ايه? سكان ترجمة مسابقة تلوث. نمبر سابن. لو اني الجميع بيتسوقوا عبر الانترنت. المحلات في مدينتنا. سوف تغلق ولا لجملة اف. لجملة اف تبقى مضارع بسيط. في النحية التانية تبقى ايه? مستقبل بسيط. يعني والمصدر. نمبر ايد. العلماء يعتقدوا ان هذا الدواء ناخد ايه من اختيارات يوسفل. كورونا فيروس. هما العلماء بيعتقدوا ان الدواء ده جيد لآ كورونا فيروس كورونا انه مزه. هنقول ايه? شايفين دي بمعانا يعتقد. يبقى هنقول ولا 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 سوف يكون. طيب. الجملة كده بيتعبر عن المستقبل. العلماء بيعتقدوا ان الدواء ده سوف يكون كويس عشان كورونا فيروس كورونا يبقى. علشان كده هو بيقول انه رائع. اما لو كان عايزين فيه كان هيقول ومش هيبقى فيه هنا كان هيسكت عند الجملة كده وبس او هيقول عبارة تانية تبدو عن الدواء ده مش كويس بالنسبة لكورونا فيروس. نمبر الناين. اف اي فنش ماي هومورك ارلي. لو اني انتهيت من واجب المنزلي. ارلي مبكرا اي واتش تيفي. هاتي جملة اف مضارع بسيطة بان احتي تاني مستقبل بسيطة يعني ويل ويل مصدر. ادي ويل وعندك المصدر واتش. انا سوف مشاهد التلباز. هل انت تعتقد انه من السهل ان? ناخد ايه من الكلمات دي? اعمل ايه من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية. نخترع نترجم من لغة الى لغة. نتحدث نقف. هل تعتقد انه من السهل انه ترجم من اللغة العربية الى الانجليزية لغة لغة الانجليزية. نمبر اف رانا بتلعب كويس سوف تفوز. هاي دي جملة اف ها تبقى ايه? قلنا مضارع بسيط وهي اه هذه النحية التانية ومستقبل بسيط. طيب مضارع بسيط اف رانا. عايزين نقول انا رانا دي كأنك بتقول ضمير الفاعل شي. يبقى شي ايه? شي بلايز والد. هنضيف للفعل عرف اس. آآ دي بلايز. نمبر ايجلد. لو عماد ذهب لي انجلترا هي فيزت لندن. هيسافر وهيشوف ماء هيزور مين? لندن? مدينة لندن. طيب اللي هي العاصمة. يبقى اه دي. قمنا اف مدارع بسيط. النحية التانية ايه? مستقبل بسيط يعني والمصدر. اه دي والمصدر اللي هو. نمبر ثري. علي هيسافر امريكا الاسبوع القادم. واللي يجيب بعدها ايه? المصدر. علي. نمبر فور. ماذا ستفعل لو انت اتيت اولا ادي جملة اف مدارع بسيط. يبقى النحية التانية ايه? مستقبل بسيط. لما هسأل هقول وات وبعد كده وال وبعد كده ايه? الفاعل والمصدر الفعل. يبقى ادي عندك وات وال والفاعل هو يو. وادي مصدر الفعل هو دو. خلاص كده? اكتب فقرة من حوالي تسعين كلمة عليه? اتسوق عبر الانترنت. نشوف موضوع اكتب مقال عن التسوق عبر الانترنت. اقول ايه? التسوق عبر الانترنت يلعب دورا هاما في حياتنا العصرية او الحديثة. just press a button. فقط انقر على الزب. you can get things you want without leaving home. يمكنك ان تحصل على الاشياء التي تريدها بدون مغاطرة المنزل. انا اعتقد انه سلاحظ حدين. but. لكن. i like shopping online. انا احب التسوق عبر الانترنت. i can get anything at any time. without waiting for the time shops open. انا استطيع ان احصل على اي شيء في اي وقت بدون الانتظار لوقت فتح المحلة. i like online shopping. انا احب التسوق عبر الانترنت. as it is easy quick and saves effort and time. لانه التسوق عبر الانترنت سهل سريع ويوفر الوقت والجهو. also ايضا there are many choices in shopping online. يوجد الكثير من الاختيارات في التسوق عبر الانترنت. however علاوة على ذلك او بالاضافة الى ذلك. some people prefer going to shops to do shopping. بعض الناس تفضل ان هي تذهب للمحلات علشان تتسوق. they don't like shopping online. لا يحب التسوق عبر الانترنت. ليه? and they think they may get the wrong item. لانهما بيعتقد ان هما ممكن يحصلوا على الشيء الخطأ. الحاجة اللي هما طلبوها تيجي. بطريقة خاطئة او ييجي طلب غدا. they want to see and try things by themselves. to avoid the wrongs. هما عايزين يشوفوا ويجربوا الاشياء بنفسهم علشان يتجنبوا الاخطاء. also they don't want to waste time waiting for the delivery. هما ايضا لا يريدوا ان يضيعوا الوقت او يهدروا الوقت في الانتظار للتوصيل. كده احنا كتبنا عن التسوق عبر الانترنت. نرجع لكتابنا. احنا كده وصلنا لحد صفحة تسعة وعشرين. جاوبنا على الدرسين واحد واثنين في الوحدة السبعة. ترميه تاني ان شاء الله هنكمل مع بعض. نفكرك ان احنا شغالين من كتاب جم. لو حابب تتابع معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.